قبل ما اتكلم مع دنيا سي الصلاح ما كانش نفسك في ولد؟ ما فكرتش في الحكاية دي خالص اه، انا هقولك بسرعة كده بعد دنيا اي بتلات سنين بتلات سنين شروق 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 اه الله، دنيا، وشروق قلت لها بالأمان والأفراح أشرقتي على دنيا الصلاح على دنيا الصلاح على شروق مرحلة شروق بدأت مرحلة فعلا شروق في حياتي اللي هو بدأت بدأت عمل أدوار أهم أعمال أهم بدأت مرحلة الجوائز اللي انا كنت مخافت منها والحمد لله يعني اه بقيت أخذ جوائز عن أدوار كتير بس كان حالة العمل وبعد شروق بقى جانة جانة حبيبة قلبانا جانة بقى جانة بقى والله احنا كنا يعني ايه قلنا دنيا وشروق وتمام تمام ثم فجأة بقى نجوة قالت ايه اه كان نفسها لازم في والد كان نفسها يعني الله أعلم أنا شور غد وقت وعمري ما سألتها عمري ما سألتها عمري ما سألتها بس أنا هقولك على لحظة عبقرية يعني فضل ما سألتها بعد شروق كان بعشر سنين او أكثر يعني أنا بينهم وبين جانة ستتاشر سنة يعني ما بينهم وبين شروق تلتاشر سنة اه بعد شروق تلتاشر سنة اه اه حصل ايه تمام فمرة رجع من همد الدكتور اه ربنا ديله الصحة رب اللي هو كان بيتابعة ايه فايه دخلة علي يعني ايه متاخدة كده اه انا تقريبا أدركت على طول قلت لها ايه مالك في ايه فعيطت قلت لها ده أحلى خبر اللي انت وش عايزة تقولي ده بنت وش كده بقيت يا سلام تلت بنات ده أنا ربنا هيخفر لي حاجات كده كتير قوي يا سلام ده ايه الهنة اللي أنا في ده شفتي شفتي جمال بابا بقى وجاءت جانة بقى اهلا وتعرفي جانة دي اهلا واعلا ايزا عرف جاءت بقى جانة دي بقى لا نقلة عبقارية في حياتي بصراحة بيقولوا البنات وش الخير البنات وش الخير يعني يجيبوا معاهم الخير بصي يعني ايه عشان ما نزعلش في السوبيان برده لا لا ما نريسي حقولك السوبيان برده عشان أنا أقوم السوبيان أنا أقوم السوبيان بأمانة منطبخ علي جدا بأمانة بقولك كل واحدة فيهم كانت بنقلة خطيرة في حياتي صحيح على المستوى الفني والإنساني كله كل حاجة حتى كارما بقى حفيت كارما كارما بنت دونيا بصي بقى يعني بابا أخذ من الوالد والوالدة النصايح والتربية ادالك ايه منهم بقى ايه أول حاجة الهالك لما كبرت شوية بصي مش هعرف هقول لحضرتك حاجة الهالي بس أنا عندي إحساس غريب بالعيلة دي يعني بعيلتنا والأول بعيلة بابايا إن هما عندهم حاجات بتتنقل لوحدها يعني بتتورس تلقائيا موجودة في الجينات ما تفهميش أنا ما حضرتش جدتي لا يرحمها بس حضرت جده عبدالله ثلاث سنين وعمامي يعني ربنا يرحمهم يرحم اللي توفى وربنا يخلي يا ربي يخلينا اللي موجودين وعمته كريمة طبعا حبيبتي عندهم العيلة دي عندهم طيبة وأخلاق وحاجات كده جميلة قوي مش عارفة وصفها مش عشان عيلتي بس ده إحساسي بيهم عندهم حاجات جميلة قوي هي بتمشي لوحدها بتتحس يعني بتتحس يعني يعني مش بتتسمع مش كلام بتتسمع لا مش كلام بصراحة يعني طول الوقت عندي إحساس تجاه كل آه في تصرفاتهم في طبتهم يعني وشهم في طيبة وجبال الناس هتفتكر ان انا بتكلم على اهلي بس بجد الحمد لله دي نعمة من عند ربنا يا على فكرة